في حفلة تامر حسني الموقف اللي صار مع الفنان تامر حسني في ردة فعلة طلعت بالسوشال ميديا البعض يقول بيّنت قصور العمل أو قصور الحفل بشكل عام من تنظيم وإن كانت غلطة هفو بسيطة هذه شغلة الشغلة الثانية البعض يقول بالوقت اللي كان فيه الفنان تامر حسني قاعد يحاول يوخر قاعد نسمع تامر قاعد يتم يغني هل الأغاني بلاي باك كلها فعلا قاعد يغنونها على المسرح أولا كل حفل معرض حق أي موقف يصير معك على الهواء أنا قبل الحفل قلت حق تامر تامر لا تنزل تحت أولا كإضاءة أنت خارج الرنج اللي أنا حاطة ثانيا أنا ما هذا مهرجان دولة والصالة فل 2600 كرسي محجوز 2600 شخص داخل الصالة أنا يمكن أتحكم في 200 أتحكم في 1000 باقي 2600 ما قدرت أتحكم فيه صعبا ومع ذلك الأخت اللي بغت تطلع للمسرح ما طلعت لأمانة للمنظمين ومسكوها ما يعني ما لاحقت أول أربع خطوات ومسكوها المنظمين البعض بتوتر روج أنه بلاي باك ما بلاي باك لا لا لو يعاد المشهد كرال الموضوع كرال كان ما في شي عندكم بلاي باك ما في ولا شي بلاي باك كل اللعنة اللهم تقديم أو شي فغرة سعد المجرد عنده بعض الآلات مسجلة ماينس ون وبعض الآلات قاعدت تحزف لايف مع سعد المجرد ولكن كل العمل لايف ليش يايب فنان وفنان عود يعني ما هو فنان صير يايب أحساس أن ألعب بلاي باك صعبة كانت موسيقى